مرحبا وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع اليوم ده أحكي لكم عن موضوع قديش إحنا مدفع في كندا تاكسز على الأكل في المطاعم نعم في كندا إحنا مدفع تاكسز على المطاعم تختلف من مقاطعة لمقاطعة وحتى بيختلف من مبلغ لمبلغ خليكم معاي هورجيكم كل هذا بالتفصيل في موقع بسيط جدا يوضح ذلك هورجيكم مرحبا اليوم إحنا على موقع اسمه ريستورانس كندا عشان نحكي عن السيلز تاكس الموجودة على الأكل في كتير دول من العالم موجودة عندها نفس النظام بس معظم الدول العربية ما عندها هذا النظام فعشان هيك عم نحكي عن هذا عشان اللي هو تاكس أو الضرائب الموجودة على الأكل عادة لما تروح تشتري من السوبر ماركت أو تشتري أكل من السوبر ماركت ما فيه ضرائب عليه بس الأكل المطبوخ في كندا فيه عليه ضرائب فيه شيء غريب يعني في بعض المقاطعات إنها تختلف من مقاطعة أخرى احنا رحنا على ريستورانس كندا زي ما انتم شايفين رحنا على هذا الموقع وبحكيه لك هون في ألبيرتا مثلا الأكل المطبوخ عليه 5% الألكاهول عليه 5% الننعانكاهول 5% كله عليه 5% فقط بريتش كولومبيا لا تختلف مثلا الألكاهول عليه 15% الأكل والننالكاهول والأكل عليه 5% منيتوبا 8.5% 13% زي ما انتم شايفين معظمها عندها نفس التاكس نيو برانزويك نيو برانزويك 15% برانزويك برانزويك بتدفع تدفع 13% برانزويك 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 5% 5% التاكس على الأكل المطبوخ والمباع والكوفي والتي والأي شيء تشتري من المطعم عليه تاكس ناس كتير ما بتعرفها فحبيت اشاركوا هذا الموضوع ويا سيدي الله يعطيكم العافية وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير ما اشترك اشتركوا في القناة